بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في شرح اولاين نهاردة هنتكلم عن موضوع عدم القبول لحسابات ميرتش با امازون في ناس كتير جدا لما شافت الفيديو اللي انا عملته الفيديو المتواضح ده كانت حابة ان هتسجل في الموقع ولكن اغلب الناس اللي كلمتني وحابة تتواصل معايا ان الحساب بتاعهم ما بيتقبلش هم تمام بيسجلوا بالمعلومات وكل حاجة ولكن بيتواجههم مشكلة ان بعد تقريبا اربع تيام من اربع تيام لسبع تيام ما بتوصلهمش اميل ان الاميل اتفاعل وكده والحساب بتاعهم اتفاعل لا ده بيوصل لهم اميل ان الحساب بتاعهم اترفض والحقيقة فيه ان تقريبا كم محور اساسي كده ممكن نتكلم عنهم باستفادة ونفاهم الناس ان شاء الله ونحاول نفهم مع بعض ايه المشكلة هنفهم مع بعض اكيد يعني المشاكل دي بتواجه اي حد يعني داخل حابب يسجل في الموقع ولازم ياخد باله منها كويس جدا فيه ثلاث نقطة انا حابين نتكلم عنهم في الفيديو ده ونحاول نلخص الموضوع ونقطع الشك باليقين طيب تمام اول نقطة هو هي تضارب المعلومات انك تسجل بمعلومات ويكون فيه معلومات متضاربة مع بعضها او متدخلة او متضادة زي ما بنقول انك انت بتجي تسجل تسجل بمعلومات والمعلومات التانية دي فيه لغط بينها وبين بعضها يعني على سبيل المثال انك انت تسجل باسم مثلا يبقى محمد والميل بتاعك او الميل يبقى مصطفى مثلا لا انت لازم تسجل بالحاجة بتاعتك او البيانات بتاعتك لان الخوارزميات بتاعت الموقع او الروبوتات بتاعت الموقع لما تشوف ان فيه تضاد في المعلومات دي فاكيد بيكون فيه مشكلة او مش معقولة هيكون شخص اسم مصطفى ويروح يسجل بالجيميل مثلا بتاع واحد اسمه محمد لا والجيميل اصلا مش هياخد منك خمس دقايق انك انت تعمله باسم الشخص اللي انت هتسجله من الموقع دي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بانا منها ونحاول ننسق المعلومات بشكل كويس هو الموضوع مش مستاهل خالص اننا نعمله فيديو ولكن المشكلة ان فيه ناس مش عارفة الحقيقة يعني فانا كنا حابين نوضح ونوصل المعلومة بشكل صحيح طيب تضارب المعلومات في الحساب دي عارفناها نحاول نتجنبها نكتب المعلومات بشكل صحيح وان شاء الله باذن الله هنكون عدينا اول نقطة تاني نقطة المهمة جدا هو الحساب البنكي بتاع بايونير الحساب البنكي بتاع بايونير دلوقتي انا كمحمد مثلا ورحت عايز افتح حساب في ميرش باي امازون ودخلت بعض المعلومات غلط او الموقع اصلا ما ابنيش شاف ان انا ما ابنيش وخلاص وبعدين كنت مدخل حساب بنكي او حساب بايونير البنكي الالكتروني بتاع بايونير في الحساب اللي اترفض وجيت هبيت اعمل حساب جديد تمام فلما فتحت الحساب الجديد ضفت فيه معلومات البنك الاديم اللي انا ضفته في الحساب اللي فات فدي مشكلة بيقع فيها اكتر يعني اكتر ناس بيقع فيها الناس اللي اطرفت حسابات بتاعتهم وحاولوا يبعاتوا تاني في اطرفضوا يبعاتوا تاني في اطرفضوا كل ما يبعاتوا هيطرفضوا بسبب الحساب البنكي الالكتروني بتاع بايونير انك انت لما جيت عملت حساب ضفت في الحساب اللي فات فانت خلاص كده اتعرف ان الشخص ده هو هو اللي بعت المرة اللي فاتت وهو اللي بعت المرة اللي قبلها فهو بالتأكيد مش مؤهل بتاعتا ان هو يكون ليه داتا بيز على المقع او ان يكون ليه حساب على المقع او يتعامل مع المقع باي شكل من اشكال دي نقطة من النقطة المهمة جدا لازم اذا ترفض الحساب بتاعك اعمل حساب بنك جديد وجيميل جديد ياريت يعني عشان ما يكونش دي مشكلة يعني تكرار المعلومات بنفس الطريقة وبنفس النهج ده انت كده بتثبت للمقع انك انت سبام تمام لما يشوف انك انت سبام فانت بالتالي مش مؤهل بقي شكل من الاشكال انك انت هيكون ليك اي دي على المقع وانه يكون ليك حساب تقدر من خلاله تصمم وتعرض التصميم بتاعتك عشان تقدر تحصل على المباعدش ان شاء الله في مباعد دي نقطة مهمة جدا النقطة التالتة اللي لازم ناخد بالنا منها وهي رسالة التعريفية بتاعتك او السي في الصغير ده بقى لما بتخلص كل ده وتبقى خلاص او شكت انك انت تتعدي اخر مرحلة عشان تبعت الطلب بتاع اول حساب بتاعك عشان بتاعت المراجعة اللي بيخل من اربع تيام لسبع تيام انا اراد عليه في ثلاث تيام يعني ما خلوش وقت كبير هي رسالة تعريفية ميرتش بيقامزون بيقولك اكتب لنا يعني رسالة تعريفية كده عرفنا مين انت انت مين او حابت تدخل المجال ده ليه هو بيقولك كده حرفيا يعني هو بيقولك دينا نبزة تعريفية عنك ببساطة يعني فالمشكلة ان فيه ناس بتقلد تعارفين يعني الناس بتقلد هو ناس مش بتقلد عشان هي حاب بتقلد لا الناس بتقلد عشان شايفة ان مثلا الشخص ده ناجح لما بعت الرسالة المعينة دي فبالتالي انا ممكن ابعت نفس الرسالة برضو وقت تقبل لا دي مشكلة المشكلة دي لازم نتجنبها باننا نكتب رسالة منصقة اكتبها من جوجل ترانسليد عادي جدا انا كدبتها من جوجل ترانسليد يعني مش محتاج ان انت تروح لواحد محترف في المجال اللغة الانجليزية او محترف لغة انجليزية عشان اكتب لك الرسالة الرسالة ممكن تكتبها على جوجل ترانسليد عادي جدا وان شاء الله هتتقبل بس فيه نقطة لازم نوضعها لما تيجي تكتب الرسالة خليك صادق يعني ما تجذبش خليك صادق يعني ما تقولش مثلا ان انا لها 10 سنين في المجال 50 سنة في المجال 300 سنة في المجال لا الكلام ده يعني اكيد مش الكذب هو اللي يخليك تنجح ده معروفة انت اكتب المعلمات الصحيحة يعني على سبيل المثال على سبيل المثال انا لما جيت اسجل بس ده مرضو ما يحدش ياخده بالنص لما جيت اسجل في الموقع انا قلت لهم كده ببساطة ان انا ما عندش اي خبرة في المجال ده والله العظيم انا زي ما بتكلم كده انا بقول لكم الحقيقة انا قلت قلت في الرسالة يعني بجوجل تناصلية انا مش يعني مش استاذ لغة انجليزية انا رب اقرأ كلمتين كده بالعافية اه قلت ان ان انا مش محترف اصلا او لسه بدأ في مجال التصميم والدزاين يعني مليش خبرة كبيرة في المجال ده وانا فعلا يعني ما عنديش اي خبرة بتاتا في الموقع ده او في اصد في تصميم بشكل عام انا قلت ان انا ما عنديش اي خبرة في المجال ده كل اللي عندي ان انا حابب ان انا ادخل الموقع بتاعكم وحاول اعرض بعض الاعمال اللي انا ممكن اصميم ببساطة جديدة جدا بعد ثلاث ايام بالضبط انا وصلني رد ويباركولي ان انا اقدر ان انا ادخل على الحساب بتاعي واعرض الاعمال بتاعتي بشكل بسيط جدا وبكل سهولة فالفكرة انك انت بتكذبش باي حال من الاحوال في اي حاجة مش طبعا مش في مش في ميرش بين امزون بس لكن في اي حاجة حابب انك انت ننجح او انك انت هيكون لك حاجة كويسة بلاش تكذب خليك في الطريق الصح حتى لو مش هتوصل او اكيد هتوصل طبعا ولكن لو ما وصلتش مرة هتوصل للتانية اكيد لان الصدق هو اللي هنجيك هو اللي هيوصلك مش هش انكذبت وقلت مثلا انا ليا عشرين سنة في المجال او مئة سنة في المجال في ناس يعني ترزع فاكتب المعلومات بداعتك بشكل صحيح ما تخليش المعلومات متضربة لو الحساب بتاعك ما اترفض من قبل ميرش بين امزون ما تحاولش ان انت تدخل نفس البيانات تاني دخل بيانات جديدة يعني دخل بيانات جديدة هد هنا وهد هنا كده دخل بيانات جديدة ما تحاولش انك انت تعبي نفس البيانات مرة تانية والرسالة التعريفية يا جماعة هي اللي انا زي ما اقول لكم الصدق عرف نفسك ببساطة من خلال جوجل ترانسليت مش محتاج ان انت تروح لشخص محترف في اللغة الانجليزية عشان يكتب لك رسالة حلوة وجميلة ومنصقة انا والله العظيم كتبتها بكل بساطة كده انا مليش اي خبرة في مجال التصميم ولكن حابب ان انا دخل الموقع بتاعكم وحابب ان انا استفيد ويقدم افكار وحاجات جديدة بس ده ده كان المحتوى بتاع رسالة بتاعتي وتقابلت بكل سهولة وعملت اكتر من حساب لأكتر من شخص يعني مقربين مني وكده فكانت الفكرة كلها ان انا يعني مش بحاول اكتب يعني مش بحاول اضخم في الامور ونعمل شو وكده لأ اكتب المعلومات الصحيحة واكتب المعلومات بتاعتك بشكل صحيح ومنصق وان شاء الله هتتقبل ما دون ذلك يعني مش هيقبله خالص بتاعتا خمسمائة الف واحد قدمه ومحدش قبل خد ادخل على اي فيديو من فيديوهات اليوتيوب بيتكلم عن ميرس بامازون هتلاقي تقريبا اربعين في المية من التعليقات او خمسين في المية من التعليقات المكتوبة انهم قابلوش وانا شوفت ناس كتير جدا حاولت انها تتواصل معايا وكده على فيسبوك وبيقوليلي ان هما مش قادرين ان هما يعملوا حسابي فالفيديو ده حاولنا من خلاله ان انا نوصل المعلومة بشكل صحيح وحاولنا ان انا نلخص الفكرة كلها بتتمحور حوالين التلات نوقت اللي انا قلنا عنهم فرجعنا يا جماعة اي حد حابب ان هو ادخل يستخدم الاساليب الكويسة اه الطريق الصح والطريق الصادق هو لا يصل لك اه بنتمنى التوفيق للجميع انا حس ان انا قلت في الفيديو كتير ده دي تقريبا دخلينا على 11 دقيقة فربنا يوفق الجميع بنتمنى لكم التوفيق والنجاح لو في اي تعليق او اي اقتراح او اي استفسار سوونا تحت في الكومنت وهنكون مستعدين جدا ومسرورين ان انا نرد تعليق بازن الله وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناة وتستنوا الحلقات اللي جاي ان شاء الله تستناش قوي يعني وتشوف الحلقات اللي فاتت هسيب لكم كل الحلقات بتاعة ميرش بقامز اللي انا عملتها قبل كده في داير اللي بتظهر فوق وان شاء الله بازن الله يكون لكم نجاح بار بازن الله بس لو بعتوا حاجة يعني افتكر اخوك للبان شكرا لكم جدا كان معكم محمد من قناة شرح واللين سلام اشتركوا في القناة